توجيهات سامية قضت بانشاء منطقة اقتصادية بنيابة الروضة بولاية محضة توجيهات زفة البشرة لابناء الولاية والمحافظة عموما هي خطوة مهمة للنهوض بالحركة الاقتصادية والدفع بها لتحقيق متطلبات المرحلة القادمة اسمي باسمها لولاية محضة يسرني أن نرفع أسماء آيات شكر والعرفان والتقدير لمولانا قلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على اللفتة الكريمة والتوقيهات السديدة بإقامة منطقة اقتصادية بنيابة الروضة بولاية محضة والتي سيكون بإذن الله تعالى لها الأثر الطيب على جميع مناحي الحياة وعلى مختلف قطاعات المختلفة سواء كان الاقتصادية والتقارية والسياحية وعبر الطريق الرئيسي هذا يمكن الوصول للنيابة بسهولة ويسر بدءا من دواد ولاية محضة طريق يمتد لمسافة 60 كم انشئ بمواصفات عالية هو أحد العوامل المميزة فيها المنطقة الاقتصادية هذه إن شاء الله محتاجة إلى تكميل خدمات لإكتمال هذه المنظومة فمحتاجة شق طريق أو تكمل الطريق اللي هو محضة لبريمي وكذلك ازدواقية طريق محضة حميضة وكذلك شق طريق مزدوك من نيابة الروضة إلى محافظة شمال الباطنة فإن شاء الله مع هذا الشق الطرق بتكون إنسابية الحركة أكثر وكذلك تكون حافز للمستثمر عشان ياخذ الأراضي ويستثمر الأماكن الموجودة في نيابة الروضة وبمجرد الوصول للنيابة ستلحظ المساحات الشاسعة الصالحة للاستثمار في قطاع الثروة الزراعية والحيوانية والتعدين وقطاعات أخرى من جهة أخرى يعد موقعها الاستراتيجي عاملا محفزا لتنفيذ المشاريع مع أهمية وجود الحوافز التي ستسهم في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين أيضا من داخل وخارج سلطنة عمان إنشاء المنطقة الاقتصادية في محافظة البريمي في ولاية محضة بن نيابة الروضة سوف يكون له الأثر الطيب في تنمية اقتصاد المحافظة نظرا لما تتميز به من ميزة نسبية حيث أن المحافظة ترتبط بعدة طرق دولية مع دول الجوار وأيضا مع السلطنة وقربها أيضا من المواني والمطارات المحيطة بها راح يكون له أثر إن شاء الله في تطوير هذه المحافظة سوف يكون عدة أنشطة في محافظة البريمي تعدينية سياحية أمن غداء أيضا سوف يكون له أثر كبير في تنمية هذه القطاعات في المحافظة إنشاء المنطقة هذه يأتي ترجمة الاستراتيجية العمرانية التنويع والنمو الاقتصادي وبنية أساسية فعالة وهي أيضا ضمن أهداف التنمية المستدامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة وطاقة نظيفة وأسعار معقولة وأيضا ضمن رؤية عمان 2040 اقتصاد بنيته تنافسية إنشاء المنطقة الاقتصادية في هذه النيابة من شأنه تشجيع الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل التعدين والثروة الزراعية والحيوانية والسياحة أيضا وهذا ما يتطلع إليه المواطنون مع همية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمار أنور بن زاهر الغريبي من نيابة الروضة بولاية محضة محافظة بريمي ترجمة نانسي قنقر